اكيد انه بزاف ديال السيدات كيبغوي نشطوا البويضات ديالهم بشكل طبيعي وبسرعة لحدوث الحمل بلا شك ان بزاف ديال الوصفات كيقدوا يكونوا بمثابة منشط طبيعي لهاد البويضات هادو وكيينجحوا مع بزاف ديال الاخوات في سرعة حدوث الحمل بقاي معايا في هاد الفيديو المهم اكيد غدينا الاعجاب ديالك وبطبيعة الحال ما تنسوليش الفيديو من واحد اللايك باش تعم الفائدة وتوصل هاد القناة وهاد الوصفة لجميع السيدات لكيينتظروا بفارغ الصبر وياربي ان شاء الله ترزق كل محرومة بالدرية الصالحة في القريب وتفرحونا جميع بالاضافة كذلك الى الوصفات كين هناك مجموعة من الاطعمة اللي ممكن انها تنشط لك البويضات تكبر لك من الحجم ديالهم وكذلك تساهم في تعالية جودة البويضة ينصح بتناول الخضروات الورقية الخضراء اللون مثل الصبانغ الخص الجرجير البقدونس وكذلك تناول بعض الفواكه مثل مش مش المكسرات بجميع انواعها جيدة جدا للازواج بجوج يعني المكسرات ضرورية تكون في المنزل ديالكم كذلك التمرته هو مهم رائع جدا لتحسين جودة البويضة وكذلك لمحافظة على جودة الرحم كيكون هناك واحد البطانة ديالرحم جيدة صحية قابلة انها تخلي البويضة تعلق فيها ويحدث الحمل بالاضافة الى تناول بعض المأكولات البحرية مثل اسماك والسلمون ينصح كذلك بتناول اوميغا 3 اما على شكل مكملات غدائية او من خلال الاكل ديالنا ينصح كذلك بالانتظام في ممارسة التمرين الرياضية كذلك يعني تمارين الرياضية جيدة لتنشيط المبايض كتتساهم في انها كتدفق الدورة الدموية على مستوى الجهاز التناسلي وبالتالي كيقدر انه يحدث معها الحمل بسرعة يعني بالاضافة الى هاد الاطعمة هادي يكون طعام صحي طعام ما فيهش دهون ما فيهش حلويات السكريات بتاعدي عليها السيدات اللي بغين ينجبوا بغين الانجاب يحاولوا انهم يركزوا لي على التغذية ديالهم تكون تغذية سليمة ما فيهاش الدهون ما فيهاش الحلويات ما فيهاش المواد المصنعة المعلبات كذلك باش تساهمي في جودة البويضة كي ممكن يعني تكبر لك البويضة ديالك توصل لحجم المناسب ولكن تكون بويضة فارغة وبزاف السيدات كي يعانيوا من هاد المشكل مجرد انهم كيمشوا للصنار كي يلقوا بويضة جيدة ولكن المحتوى ديال البويضة كي يكون فارغ ماشي بويضة جيدة تكون جنين ويكمل تسعة اشهر فدك شي باش كنركز لكم على التغذية وممارسة التمرير الرياضية بالاضافة الى الابتعاد كل البعد عن الضغط والتوتر كل هاد العوامل هادو كتقدر انها تعجل من صرحة حدوط الحمل وعكس ذلك يعني سيدة مثلا عندها ضغط شديد عصبية قلقة متوترة فكتلعب بالهورمونات ديالها ما كتخليش الدورة ديالها تجي كل شهر ما كتخليش في الوقت كتقدر بعض السيدات يكون عندها واحد ضغط شديد يعني الدورة ديالها كتقدر تجيها فوس في وسط الشهر في ايام التبويض وبالتالي يعني كتكون واحد دورة محتبسة ما كتخليش الهورمونات ديال التبويض يخدموا ما كتخليش الهورمونات ديال الدورة يشتغلوا وكي يحصل تأخر في الحمل حاولوا أنكم تديروا بهذه الأسباب هذه حاولوا أنكم كذلك تكتروا من الدعاء والاستغفار الصدقة بنية الحمل كل هذه الأمور تجلب لكم الرزق والدرية بإذن الله تعالى وممكن تساعدكم في سرعة حدوث الحمل السيدات اللي كيعانيوا كذلك من ضعف الإبادة يحاولوا أنهم يتناولوا ملعقة صغيرة من السمسم يوميا ملعقة صغيرة من السمسم يوميا إما ضيفها للعسل الطبيعي يعني ديري ملعقة العسل ضفي لها حبيبات من السمسم بمقدار ملعقة صغيرة يوميا فغتكون معدل ممتاز لتنشيط التبويض وكذلك للمساعدة على سرعة حدوث الحمل السمسم معروف بالفوائد دياله العظيمة في تنشيط الإبادة بشكل طبيعي وكيعزز من فرص حدوث الحمل عند السيدات اللي عندهم ضعف الإبادة هذا الوصفة هذي اللي غنعطيك دابا من ضمن أقوى الوصفات الطبيعية لسرعة حدوث الحمل قبل ما نعطيكم الوصفة كم بغيت ديما نقول لكم خليوا لي اللايكات ديالكم باش يعني يتعم الفائدة بطبيعة الحال المحتوى ديال هذي الفيديو رائع جدا وبغيته يوصل لجميع السيدات لعلة وعسى تكون هذي الوصفة هذي من ضمن الوصفات لتعجل من سرعة حدوث الحمل علش الله وتسهم في يعني في نشر السعادة للسيدات للحلم ديالهم الأمومة إن شاء الله هذي الخلطة هذي قامت بها هذي الأخت هذي وكانت سبب تنشيط التبويض كانت كترقب الإبادة ديالها وعرفات بأنها فعلا وصفة قوية تصدف المراقبة ديال السونار مع استعمال هذي الوصفة هذي وبالتالي قالت لا ربما تكون هي السبب ونشرتها لكم علش الله تنتم تستفدوا منها إن شاء الله خلطة الزعتر مع الزنجبيل كيف ممكن عرفوا بأن الزنجبيل من ضمن أقوى الوصفات لتنشيط الإبادة لسرعة خروج البويضة من الغشاء ديالها وكذلك الزنجبيل منظف رحمي قوي السيدات اللي كيعانيوا من احتباس الدورة كذلك كينشط لكم المبايد بشكل سريع إذن هذي المكونات هذي ديال هذي الوصفة هذي يحاولوا أنكم تسجلوها سجلوا جميع الملاحظات باش تكون وصفة قوية ناجحة إن شاء الله غتحتاجي ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل ملعقة صغيرة من القرفة وأخرى من الزعتر مع رش القليل من القرنفل يعني واحد القليل جدا من القرنفل بمقدار رأس ملعقة فقط صغيرة من مسحوق القرنفل وكذلك يعني غتزيد له ملعقة كبيرة من العسل يعني هذي الخلطة هذي غتكون عبارة عن ملعقة من مسحوق الزنجبيل بمقدار ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة من القرفة وأخرى من الزعتر مع رش القليل من القرنفل وزيادة ملعقة كبيرة من العسل هذي المزيج هذة غتحاولي أنك تخلطه جيدا وغدي تناوليه على الريق يوميا ابتداء من رابع يوم لنزول الحيد يعني من اللي كتبدأ الدورة ديالك تقلال في الكمية ديالها هنا غدي تستخدمي الوصفة بمقدار ثلاثة أيام فقط على الريق كل يوم غتحضر نفس المكونات باش هكي يعني تستخدميهم بهذا المقادير اللي اعطيتك وإن شاء الله تلقي عليهم نتائج في سرعة حدود الحمل صدقوني راهكين بزاف ديال السيدات جربوا فقط وصفات طبيعية وجابت معهم نتائج بالإضافة إلى أنها ما فيهاش موات ضرة أو أثر جانبية وحصل معهم الحمل بسرعة ضروري الابتعاد عن مسببات القلق والتوتر الاسترخاء قدر الإمكان كذلك الاكتار من تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 اللي كتلعب دور كبير في تنشيط المبايض وتقويتها بالإضافة إلى الحفاظ على الوزن الصحي من خلال ابتعاد عن كل من الكربوهيدرات وكذلك يعني الأشياء الغير صحية رهنتم كاملين كتعرفوها بتاعدوا عليها هيلة كنتي بغياء الإنجاب والدرية وكذلك الاكتار من شرب الماء كان هذا هو الفيديو دياليوم تمنىينا الإعجاب ديالكم بطبيعة الحالي لاعجبكم المحتوى ديالفيديو ما تنسونيش من واحد لايك واشتراك في القناة إلا كنتي متتبعة جديدة وعجبك المحتوى ما تردديش أنك تشتركي بالضغط على الزر الأحمر أسفل فيديو مع تفعيل خاصية الجرس باش ديما توصلي بجديد القناة إلا عجبكم كذلك هذا الفيديو هذا حاولوا أنكم تنشروا في مواقع التواصل إجتماعية باش تعم الفائدة ويوصل هذا الفيديو هذا وهذا الوصفة لجميع الأخوات اللي كينتظروا الدرية وإن شاء الله يا رب تفرح كل أخت فيكم بالدرية